وتنص المادة 33 من الدستور في فقراتها الثانية على أنه لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه ثانياً على ضوء هذه المواد الدستورية كيف يقتضي قراءة نص الفقراء الثالثة من المادة 69 من الدستور اللبناني التي تنص على ما يلي عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة عقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة ثالثاً أن القاعدة الدستورية العامة التي كرسها الدستور اللبناني بالنسبة لآلية وإجراءات وبرنامج العقود الاستثنائية التي يلتأم فيها المجلس النيابي محددة في المواد 31 و 32 و 33 منه في حين أن المادة 69 فقرت ليت من الدستور اللبناني والتي جاءت في سياق فصل متعلق باستقالة الحكومة ومفاعلها أي خارج نطاق بحث الدستور اللبناني في السلطة الاشتراعية ودورات عقاد المجلس النيابي إنما يقتضي تفسيرها تفسيراً ضيقاً وحصرياً بمعنى يستنتج معه أن المجلس النيابي وخلال دورة الانعقاد الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 69 من الدستور تنحصر صلاحياته بمسألة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة رابعاً وبالنسبة لمدى قانونية اجتماع المجلس النيابي في جلسة تشريعية عامة في ظل عدم تحقق أحدى الآليتين المنصوص عليهما صراحة في المادة 33 من الدستور أي في غياب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي بمرسوم وفي غياب طلب ذلك من قبل الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس النيابي فأن الفقه الدستوري اللبناني قد اتخذ موقفاً صريحاً معتبراً أنه لا سبيل للاجتماع إلا بصورة غير رسمية بدعوة من رئيس المجلس إلى جلسة غير علنية يتم فيها تبادل الرأي واقتراح الحلول ولكن لا ينظم محضر رسمي لهذا الاجتماع لأنه اجتماع غير رسمي وغير قانوني خامساً وبكل الأحوال حتى ولو أخذنا في الاعتبار أن المجلس النيابي يمثل المرجع الدستوري الذي يعبر عن الإرادة العامة والذي من واجبه ملء أي فراغ دستوري فأن السوابق الدستورية المؤيدة لعقد الاجتماع في حالات مشابهة كانت دوماً محكومة بحالات الضرورة فأين هي حالة الضرورة التي يرتديها جدول أعمال أقل من عادي من 45 اقتراحاً ومشروع قانون في ظل الظروف الحاضر التي تمر بها البلاد وماذا نبقي من هيبة التشريع سادساً وأخيراً يعتبر تكتل القوات اللبنانية أن اجتماع المجلس النيابي خارج دورات الانعقاد العادية وخارج حالتي الدعوة إلى عقود استثنائية وبوجود حكومة مستقيلة وبجدول أعمال غير مناسب هو اجتماع في غير موعده القانوني وغير قانوني وبالتالي فأن التكتل قد اتخذ قراراً بالامتناع عن الحضور